اشتركوا في القناة هل نجحت؟ هل نجحت؟ صبرا يا تاتا تتطلب الاستكشافات العلمية المراقبة والانتظار ذات مرة قضيت شتاء كاملا أمام عش طيور السنونو كي أقوم بدراسة عادتها الاجتماعية لابد أنك جمعت معلومات مهمة ليس تماما اكتشفت في النهاية أنهم يهاجرون جنوبا في الشتاء ما هو مستوى الحمضية يا تاتا؟ أعتقد أن المستوى فضيعي؟ يمكنني أن أقول الآن إننا على وشك تحقيق نجاح غير مسبوك حقا؟ سنعرف الآن يا تاتا أول قضح من الشاي الإنجليزي يتم تخضيره في الغابة رائع رائع لا أصدق ملاقه سيء سيد ديمونت أعرف أنك لا تقبل سوى المال نقدا؟ تماما لا أرغب في أن أرغمك على شيء لا تريده لن تستطيع لكنني أشعر برغبة في احتساء بعض الشاي لدي أفضل نوع شاي إيرلي جري وصلني هذا الصباح نعم لقد رأيته بنفسي على كل حال أنت رجل أعمال وأنا مستعد لمقايضة آدات إعداد الزبد هذه في مقابل علبة من الشاي سامحني يا بروفيسير لا أحتاج هذه الأدات التافهة أرجوك أعطف علي لا أريد احتساء كوب آخر من النبات المغلي أبي تمالك أعصابك من فضلك سيد ديمونت تستطيع التبرع بعلبة من الشاي؟ أعتبره عملا خيريا آه جين لا يدر العمل الخيري أي ربح أحيانا يكون العمل الخيري هو الربح شكرا يا سيدي شكرا افتقدتك كثيرا لقد مضى زمن طويل معذرة لا عليك سامحني يا بروفيسير نائل ومدكوه حسنا هذا هو السيد ترزان لم نرك منذ زمن يا رجل الغابة وليتنا ما التقينا موسيقى 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 بحب العائلة بحب العائلة ثق بالقلب وبالمصير ليقودكما ليقودكما سفرات بحب العائلة بحب العائلة أبعد السلاح يا مذكور في كل مرة تستخدمه تحدث مشكلة ماذا تفعلاني هنا مهلا مهلا لا داعي للشك في نوايانا نحن هنا في رحلة عمل وهل الألماس ضمن رحلة عملكما سيدتي تعرفيننا أكثر من اللازم لقد تركنا بعض الألماس هنا بالفعل في رحلتنا السابقة لقد رحلنا بسرعة نعم مع الشرطة ترزان أطلب منك أن تدعنا نبحث عن الألماس وسنرحل على الفور وإذا رفضت ما تقول إذن سوف تواجه القروض بعض المتاعب ابتعد عن الغورلات رجاء يا ترزان لن يسبب وجودنا هنا أي أذن لك أو لأصدقائك الغورلات هذا وعد مني هيا هل صفحتني؟ لنذهب إنه مزعج ليتني تخلصت منه المرة السابقة لقد حاولت على ما أتذكر وأكثر من مرة أنا لست سعيدة بعودة نائل ومذكور إلى الغابة طالما أنهما لن يقترب من الغورلة فليفعل ما يشاء إنهما خطيران أشعر بهذا لا تخافي قضح من الشاي يستطيع حل أي مشكلة الشاي الجميل كم اشتقت إليك لن أفترق عنك مجددا أبي هل ندعك أنت والشاي وحدكما؟ لا تقولي هذا أنا مجرد رجل سعيد بقدح الشاي اللذير طرزان لن تصدق من عاد نائل ومذكور أنت تعرف هل فتتني المعركة؟ هل كانت عنيفة؟ هل جعلتهم يبكيان؟ لم تكن هناك معركة فقط ابتعدي عنهما سيرحلاني قريبا هذا أمر غير مطمئن أريدهما خارج أفريقيا توكا أنا لا أريد أي تمتاع كم أنت مومي ما فائدة الأيدي إذا لم تتصرع بها؟ ها قد وصلنا تتدفق الحمم من ذلك البركان وعلى ما أذكر هذه هي الشجرة التي احتمينا بها عندما سقطت منك حقيبة الألماس سقطت بسبب تهوري الترزان عندما قام بإنقاذنا إذن انتظر تدفقت الحمم في هذا الاتجاه حاملة الألماس معها إلى مكان ما هنا إذن هل نحفر هنا؟ سنحفر هنا هل تعتقد أن أحدا جاء إلى هنا وسرق الألماس بالفعل؟ نعم، ثم لاصق قطع الحمم الصلبة معا من جديد لن أحفر مجددا أقترح أن نقوم بتفجير هذه الحمم نعم، أسلوبك المتهور المعتاد لكن أتفق معك هذه المرة يجب أن نكون أكثر دقا هاي، تعني هكذا؟ لا لا، واحد فقط يكفي أشعله وسأحضر الأدوات أنا جاهز، لنقوم بتفجيره تحرك يا مذكور، لا أرى شيئا ما هذا؟ يا إلهي أكلت النار عليه أرأيت؟ ألم أقل لك إن إصبعا واحدا من الديناميت سيكون كافيا؟ أه، حسنا ربما كان أكثر من إصبع واحد هل مات؟ يمكنني أن ألحق به الأذى لا، انتظر انسى الألماس تماما يا صديقي أعتقد أننا قد عثرنا على شيء أكبر قيمة من الألماس سيد نائل يعجبني أسلوب تفكيرك غوريلا وقعت في الأسر كاما هنا فولا هنا فلينتو مانجو هنا أين توكا؟ توكا؟ هل رأى أحدكم توكا؟ لا، لقد أصر صديقتنا قد حذرتها وحذرتهما أكبر غوريلا رأيته في حياتي نعم، يجب أن نعطيه اسم يليك به ما رأيك في جار جانتوا؟ ما رأيك في ملك السحق أو ربما الغوريلا كرانشو؟ إنه غوريلا لا مصارى لا، أعتقد أن اسمه هذا؟ توبلات؟ توبلات؟ أي اسم غريب هو توبلات؟ هذا هو اسمه اسمع يا ترزان وعدناك أن لا نتعرض لأصدقائك لكن هو الذي هاجمنا إنه ليس من أصدقائي لستم أصدقاء؟ إنه عدوي حسناً حسناً يبدو أنه لا يكن لك أي مودة هذا صحيح إذن لن تمانع في أن نأخذه لا، لا أمنع رائح سيكون توبلات هو مفتاح نجاحنا سيجعلنا نجني المال سيدفع الناس المال مقابل رؤية توبلات وإذا سبب لنا المتاعب قد نضطر لتحنيطه تحلطنا ديوب لا نعم، حبسه في قفص كم أشعر بالراحة فقد كنت أرات بلات في الكوابيس كثيراً نعم، صحيح أهلاً يا توكا توكا؟ أين كنت؟ كنت أتجول، هل أنت تستجوبني؟ ما هذا؟ لماذا يحتفل الجميع يا تورا؟ لقد وقعت بلايك في الأسر وسيأخذ منه بعيداً هذا صحيح صحيح أن تمزحون هذا أفضل خبر يا تارزان نعم، رائع لهذا لم تقضي على نائل ومذكور من البداية فهمت هذا تفكير جيد تارزان؟ تارزان؟ إلى أين هو منطلق الآن؟ انظر إلى هذا لست قوياً الآن، صحيح يا تبلات الضخم؟ لقد انتهت أيامك كوحش مخيف ولكن بما أن الناس ستدفع لرؤيتك عليك أن تكون مخيفاً أكثر من ذلك هيا أسمعنا زئيرك المخيف الذي كنت تصدره هيا أسمعني زئيرك هيا أيها القرد الضخم أعرف كيف أجعلك تزأر هيا أيها القرد الضخم عثرت عليك بحثت عنك في كل مكان ماذا تفعل هنا؟ أستطيع رؤية الغابة كلها آه نعم، مكان رائع للتأمل قل لي، ما الذي يزعجك يا تارزان؟ تبلات يجذر بك أن تسعد لم يعد عدوك اللدود يمثل أي خطر نعم إذن، ماذا هناك؟ في النهاية هذا موطنه لو كان أحداً آخر أو أي حيوان غير تبلات لم نكن لنسعد نعم، أعتقد أنك محرق لماذا يختلف الأمر مع تبلات؟ حسناً، لقد هدد حياتك أكثر من مرة يا عزيزي هذا لا يعني أنه يجب أن يرحل عن موطنه أو يقضى عليه إذن هل ستنقذ تبلات؟ نعم لن تسعد مجموعة الغريلة بهذا أعرف، لكن أحياناً يكون العمل الصالح هو المطلوب وأحياناً يكون تعلم الدرس هو المطلوب ماذا ستفعل؟ سأنقذ تبلات، إنه التصرف الصواب أنت من ربيتي، أصليه إلى غرفته، افعلي شيئاً لا تسمح له بفعل هذا تعرفين أنه لن يغير رأيه مهما حاولت سأذهب يا توكا ستتعرض للأذى، كيف سيفيدنا هذا أيها الشاب المزعش؟ ها؟ ماذا؟ أحياناً لا تكون الصداقة مفيدة مطلقاً طرزان، هاي انتظر، ستحتاج إليك ينقذك حسناً، أليس من المفترض أن نجد الأشرار هنا؟ ها؟ لقد رحل أربعمائة وستة، أربعمائة وسبعة، أربعمائة وثمانية أين ذهب؟ نائل ومذكور، ركب سفينة متجهة للنهر أين؟ سيركبان قطار مراكش السريع، سيقلهم شمالاً عبر القارة هل أنت متأكد؟ نعم بالطبع، بعت لهم تذكرتين للدرجة الأولى بنفسي درجة أولى؟ هذه ليست درجة أولى لم نحصل على مشروبات مجانية حسناً، لم نخسر كل شيء بفضل توبلات سنتمكن من شراء قطار إذا رغبنا في هذا يا مذكور حسناً، إننا نتحمل الكثير من أجل ثلاثة لا نحبه توكا، لن أغير الآن رأيي لقد حويت على الأقار أنت من فضلك، علينا اللحاق بالطائرة في القاهرة لننطلق بهذا القطار آسف، علينا التوقف من أجل الماء ربما لا تفهم الأمر، نحن رجل أعمال مهمان ربما لا تفهم، القطار لن يتحرك بلا ماء لذا تقبل الأمر، اصبر قليلاً مزعج الغابة؟ هذا رائع، أتسيء إلى الفتى الذي سينقذك؟ ماذا تفعل؟ أطلق صراحك ماذا؟ لماذا؟ لا أرى الأمر منطقياً مثلك حسناً، 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 ماذا لدينا هنا؟ أتحملني تذاكر؟ هل تريد أن تسرقه؟ لن أسمح لك أبعد البندقية، سببت الكثير من المتاعب علينا، الإمساك بالغوريلا قبل أن يهرب بالوقع، غروب ليس هو ما يشغلني الآن من هنا، هي النجدة حسناً، بعد هذه المرة لن أنقذ أحداً يرغب في القضاء عليه علي أنقاذ نائل ومذكور من توبلات؟ لماذا؟ دعوا يقضي عليهم ليس هذا أفضل من قضائهما على توبلات قال لي انسى الألماس، لكن الألماس لا يغطي على أحد هناك، بسرعة أوه، نعم، لا تنتظرني آه، أهآ، أهآ أهآ؟ آهآ أهآ أهآ، لا أستطيع أن أضع قدميي، النجدة شكراً تسعدني لا 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 تتدخل يا مزعج كان يجب أن تنقذني لأنني فقط أنقذتك لا يعني أنك صديقي لا 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 ماذا الآن؟ هارب مننا الغوريلا؟ لم نحصل على الألماس؟ وسيطالبنا بالطبع مهندس القطار بدفع التعويضات خسرنا كل شيء بسببك يا ترزغان ليس كل شيء ستعيشان هذا مقابل بسيط شكرا كنا سنعيش ونحقق ثروة مزعجان لم أتوقع منهما أن يسعد بما فعلت لم يسعد أحد بما فعلته ولم يسعد أحد في الغابة أيضا هذا صحيح وأظن أنه لن يكون لطيفا معك في معركتكم المقتلة أنت محقة إذن أريد أن أفهم قل لي ما هو الجانب المشرق في الأمر لقد فعلت الصواب وهذا هو المطلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر